رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السيدات والسادة الحضور الكريم كل عام وحضراتكم جميعا بخير ومصرنا الحبيبة بأمان وسلام وعزة وتقدم أيام قليلة وتنطوي صفحات عام 2022 ليبدأ عام جديد نواصل فيه معا العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات بإرادة مصرية قوية وصلبة وبقيادة سياسية صاحبة رؤية تمتلك تخطيطا أعلميا سليما دائما استطاعت بوعي وإصرار أن تثبت ركائز الجمهورية الجديدة وأن تضع مصر على الطريق الصحيح طريق الاستقرار والبناء والتنمية طفرة تنموية وانطلاقة حضارية عملاقة شهدتها محافظات مصر بافتتاح العديد من المشروعات القومية ذات التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المهمة واسعة النطاق على المستوى الجغرافي مشروعات تعطي أملا بأن هناك تغييرا للأفضل وأن هناك فرصا جديدة للعمل لشباب مصر فضلا عن مساهمتها في إعادة تشكيل خارطة مصر التنموية وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري واليوم نشهد افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية بأحدث التكنولوجيات العالمية ومحطة مركزية لتوليد الطاقة الثلاثية في أبو رواش بشركة النصر للكيمويات الوسيطة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية شركة النصر التي تعد أكبر وأقدم صرح صناعي بالقوات المسلحة إلى جانب دورها الريادي في تنمية وتعمير المنطقة الصناعية خير ما نستهل به يومنا آيات بينات من الذكر الحكيم مع القارئ الشيخ أيمن عقله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وانتظروا إنا منتظرون وليلا يغيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني وركيزة واضحة على طريق التقدم والنمو يجمع في أسلوب عمله بين شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص وأثر منذ بدء نشأته على أن يكون له مساهمته ودوره الفعال في النهوض بمستوى التنمية في مصرنا الغالية كلمة اللواء أركان حرب وليت حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعة الخدمة الوطنية فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم خمسون عاما لم تتوقف خلالها تروس مصانع عن الدورهم خمسون عاما سيادة الرئيس وما زالت شركة النصر للكيمويات الوسيطة ركيزة مصر الأساسية لخدمة القطاعات الصناعية والزراعية والطبية اعتمادا على الكفاءات والخبرات الوطنية في واحدة من أكبر وأقدم شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تأسست شركة النصر الكيميات الوسيطة عام 1972 ووصلت دورها الريادي عبر دهج تنموي مثالي أمكانه أن يحقق النقلة النوعية كنموذج للاقتصاد الإبداعي مع تولي سياداتكم المسؤولية عام 2014 وبموجب رؤية مصر الاستراتيجية 2030 تمكنت شركتنا من تاتشين 13 مصنعا جديدا داخل مجمعاتها الصناعية العملاقة في مناطق أبو رواش والفيوم والسخنة وبذلك ارتفعت أعداد مصانع شركة النصر للكيميات الوسيطة خلال ثمانية عوام من 26 إلى 39 مصنعا متخصصا في الصناعات الكيميات والأسمدة الفوسفاتية أمكنها تأمين حياة المصريين والوفاء باحتياجات السوق المصري من الكرور ومشتقاته لتوفير مياه شرب صحية وأمينة بكافة أنحاء الجمهورية والأسمدة الفوسفاتية بتعظيم قيمة خام الفوسفات بالإضافة إلى الغازات الطبية والصناعية وتصدير فوض الانتاج إلى دول العالم المختلفة وبهذه الانجازات شاركت صروحانا الانتاجية فيما تشهده مصر من نهضة زراعية وصداعية كما كانت بمثابة الحصن والسند حيال مجابهات تداءات الأزمات العالمية من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وإذا كانت شركتنا الأكبر من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط فيكفيها فخرا أن منتجاتها تغزو الآن خمسا وخمسون دولة حول العالم وهو إنجاز ما كان يتحقق دون سياسة وعية وإرادة وطنية لنحو ستة آلاف من خيرة المهندسين والفنيين الذين يشكلون حجم العمالة المنتظمة داخل مصانع الشركة سيادة الرئيس إن في حياة الأمم أوقات لا تنسى وفي سجلات الشعوب سطورا لا تمحى وأسعد لحظات الأمر تلك التي نجني فيها ثمار تخطيط رسمناه وجهد بذلناه حتى نحقق ما نتطلع إليه من نحظة تنموية وفي وقت ترسي فيه أمتنا دعائم الجمهورية الجديدة نتشرف اليوم بحضور سياداتكم لمقر شركة النصر الكيميات الوسيطة بأبو رواش لافتتاح مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية هما الرابع والخامس بالإضافة إلى محطات توليد طاقة ثلاثية وقد جاء إنشاء هذه المصانع تنفيذا لتوجهات سياداتكم لدعم المنظومة الصحية وتأمين احتياجات القطاع الطبية والصناعية في جمهورية مصر العربية من غازات الأكسوجين والنيتروجين والأرجون وذلك تماشياً مع خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وزيادة عدد المستشفيات ووضع السيناريوهات لمجابهة كافة الاحتمالات الصحية كأهم الدروس المستفادة من أزمة كوفيد-19 وقريباً بإذن الله سيتم افتاح ستة مصانع الأسميدة الأزوتية بالعين السكنة والبدء الفعلي في إنشاء مصنع للكلور والصودة الكوية بأبو رواش السيد الرئيس ستظل خدمة الشعب المصري هي الغاية الاستراتيجية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وانطلاقاً من هذه الغاية تحددت جملة من الأهداف التي نجحنا مؤخراً وبتوجهات سيداتكم من تنفيذها لتحقيق صالح المواطنين من بينها المساهمة في تحقيق أمان الغذائي بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وبالكميات والأسعار المناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين من خلال منافس السابتة والمتحركة استصلاح وزراعة آلاف الأفدنة بشرق لوينات وتوشكة والفرفرة وعين دالة وواد الشيح بجنوب مصر إنشاء المزارع السمكية وتطوير البحيرات والمسطحات المائية وزيادة إنتاجيتها توفير البروتين الحيواني من خلال التوسع في إنشاء مزارع التسمين والحلاب خلق القيمة المضافة بتوفير الأسمدة ومبيدات الآفات الزراعية والكلور والشبة والأكسوجين والمبيدات الآمنة على الصحة والمطهرات وأخيرا إسهام الجهاز في المشروعات الإنشائية بما يحقق مفهوم جودة حياة الإنسان المصري بوجب رؤية مصر التنموية عشرين ثلاثين سيادة الرئيس اسمحوا لي أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسيادتكم على دعمكم المتواصل واهتمامكم متزايد لخدمة الوطن وأبناؤهم من الشعب المصري العظيم كما أتقدم بالشكر القيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر وأنتاز هذه الفرصة لتقديم الشكر لرجال شركة النصر الكيمويات الوسيطة قيادة ومهندسين وفنيين وعمال على جهدهم العظيم من أجل إنجاح هذا الصرح العملاق وأحفهم على بزل كل الجهد لرفعة شأن شركتهم سيادة الرئيس في نهاية كلمتي يود أن أؤكد بأنه سيبقى منهجنا دائما عمل جاد وتطوير مستمر جودة عالية ودقة متناهية ونعاهد الله ثم سيادتكم النبزر الغالي والنفيس لأجل أن تبقى صرحنا الإنتاجية حاضرة في قلب المشهد التنموي للدولة المصرية ومثالا يحتزى به لنهضة صناعية وزراعية طليق بحجم آمال الأمة المصرية حفظكم الله سيادة الرئيس وسدد على طريق الحق خطاكم ودائما وأبدا تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما نشهده اليوم وما شهدنا قبل ذلك من مشروعات تنموية عملاقة في كل أنحاء مصر ورغم كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية فإن الهدف الدائم من هذه المشروعات هو توفير كل ما يحتاجه المواطن المصري من أجل حياة كريمة ومستدامة ومن أجل بناء دولة عصرية حديثة الآن نتابع فيلما تسجيليا بعنوان أمل جديد أينما يوجد الحلم تلوح أمامنا بشائر الأمل فنجني ثمار طفرة تنموية لقلاع صناعية أمكنها أن تسبق الزمن لتحقق أمل جديد أمكن للمجمع الصناعي المصري إنشاء عشرات القلاع الإنتاجية ومن بينها صروح شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تتقدمها شركة النصر للكيمويات الوسيطة بمنتجاتها التي أمنت المتطلبات الزراعية والصناعية والطبية تجلت الإرادة الوطنية داخل قلاع الشركة في مناطق أبو رواش، الفيوم والعين السخنة ليزداد تعداد مصانعها خلال السنوات الثماني الماضية من ستة وعشرين إلى تسعة وثلاثين مصنعا بواقع ثلاثة عشر مصنعا جديدا نجحت في توفير الأسمدة بأنواعها الكولور بمشتقاته الشب السائلة والسلوة الغازات الصناعية والطلبية مبيدات مقاومة الآفات الزراعية مبيدات الصحة العامة والأيروسولات الكمامات والمطهرات وفرت تلك القلاع الصناعية الضخمة ما يزيد عن ستة آلاف فرصة عمل سروح أبت إلا أن تفوق مثيلاتها العالمية وأن تصدر منتجاتها لنحو خمس وخمسين دولة عربية وأجنبية وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لتأمين الاحتياجات من الأكسوجين الطبي المسال افتتحت الشركة عام الفين وتسعة عشر مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم ثلاثة وتسارعت الخطى فتم إنشاء مصنعين جديدين لإنتاج الأكسوجين والنيتروجن والأرجون بطاقة يومية مائتي طن ليصبح إجماليو الإنتاج من الأكسوجين المسال ثلاثمائة وأربعين طن يوميا ومن الأرجون المسال ألف طن سنويا ومن النيتروجن ثلاثة وأربعين ألف طن سنويا مما ساهم في تلبية احتياجات أكثر من مائتين وثمانين مستشفى كما شهد فرع أبو رواش افتتاح مصنع فوق أكسيد الهايدروجين بتركيز خمسين في المائة أمل جديد يزيد الاحتياطات المصرية من الغازات الطبية والصناعية على طريق الإنجازات نشهد اليوم افتتاح محطة إنتاج الطاقة الثلاثية بقدرة سبعة وعشرين ميجا وات ساعة كهربائية وستة عشر طن ساعة بخار ونحو أربعمائة وثلاثين طن من المياه المبردة بما ساهم في الحفاظ على البيئة عبر خفض استهلاك المحروقات بمعدل خمسة وعشرين في المائة عن الطرق التقليدية مع خفض في البصمة الكربونية للمجمع بنحو أربعين ألف طن ثاني أكسيد كربون كل عام وتتسارع خطى الإنجازات فتواصل النصر للكيمويات الوسيطة إن شاء المزيد من المصانع الجديدة في مجمعها العملاق بالعين السخنة بمثل هذه المنتجات أمكن لمصر أن تلبي استحقاقات ثورتها الزراعية ونهضتها الصناعية أمكنها أن تعبر أزمة كوفيد أن تجابها التحدي بالإنجاز هكذا يحدون الأمل في بلد يؤمن بقيمة الأحلام ويسعى لإتمام نهضة تنموية بقلاع صناعية أمكنها أن تسبق الزمن لتحقق أمل جديد شركة النصر للكيمويات الوسيطة هي إحدى قلاع الصناعة في مصر واستطاعت منذ نشأتها أن تمتلك الريادة في تحقيق جوانب إيجابية ساهمت في التنمية الصناعية بالاعتماد على معيار الجودة باعتبارها طريق النجاح لإنتاج منتج جيد يتمتع بمواصفات وجودة عالية كلمة اللواء الدكتور إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيمويات الوسيطة فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم مرحبا بسيادتكم في شركة النصر للكيمويات الوسيطة كل عام وسيادتكم بخير بمناسبة قرب العام الميلاد الجديد عشرين تلاتة وعشرين أعاده الله عليكم سيادة الرئيس وعلى مصر وشعبها وجيشها بكل خير وسعادة كل عام وتتوالى مسيرة التنمية في شتى ربوع مصرنا الغالية لتحقيق إنجاز تلو إنجاز وبالإرادة والعزيمة نقوي دعايم اقتصادنا السيد الرئيس إن أبناءكم في شركة النصر للكيمويات الوسيطة يتقدمون لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على ما أوليتموه سيادتكم من ثقة واهتمام بالشركة والذي ظهر جليا على مدار الأعوام السمانية السابقة بوضع الشركة في مصافي كبريات الشركات في مجال الكيمويات الوسيطة والأسمدة والمبيدات والغازات الطبية فمنذ تولي سيادتكم قيادة الدولة صدقتم سيادتكم على تطوير شركة النصر للكيمويات الوسيطة بإنشاء العديد من المصانع الجديدة في أفراحها المختلفة التي حققت الاكتفاء الزاتي من بعض المنتجات وتمكنت من تصدير الفائد نستعرضها كالآتي في عام 2015 تم افتتاح مصنع سماد أحادي وسلاسي سوبر الفوسفات المحبب لمجمع انتاج الكيمويات والأسمدة بالفيوم كما تم افتتاح مصنع الكولور والسودة الكوية رقم 4 لمجمع الصناعات الكيموية بأبو رواش عام 2016 وقد شهد عام 2019 انطلاقة جديدة حيث تم افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة بالعين السخنة وفي نفس العام وهنا لمجمع الصناعات الكيموية بأبو رواش قمتم سياداتكم بافتتاح مصنع فوق أكسيد الهايدروجين والذي ينتج لأول مرة في جمهورية مصر العربية ومصنع الغذات الطبية والصناعية رقم 3 دكتور ياهاب لو سمحت ترجع للوحة دي اه من فضلك انا حتكلم عن الاتنين دول بس اللي هم الكولور والفوق أكسيد الهايدروجين تمام الكولور احنا انتو شغلين في مصنع دلوقتي باش كده تمام هيخلص امت ان شاء الله ابريل 2014 احنا كده بس انا هنا يمكن بس يعني برجع في البيانات ديت عشان اقول ان احنا لما اتحركنا في موضوع بعض المواد اللي احنا قلنا عليها ان هي خاصة واستراتيجية للدولة دكتور مصفة قلنا من ضمنها الكولور ومن ضمنها الغذات الطبية اللي احنا النهاردة بنفتتح جزء منها او بنفتتح حياة لما كلمنا في الموضوع الغذات الطبية كان المفروض ان احنا انتاجنا كان قبل كده الى حد ما يكفينا لكن جت ازمة كورونا وكانت مشكلة بالنسبة لنا وبالتالي قلنا لا احنا لازم يكون عندنا الكمية وبعد التكلفة بقت زيادة والتوقتات بقت مختلفة وبالتالي احنا محتاجين نفكر نفكر في ان الحاجات اللي انتو واخدين خط فيها بنعتبرها مع بعض حاجة استراتيجية للدولة بنقدرش نستغنى عنها سواء كان بالاستراد ان احنا قلنا حنستوردها من برا ان تيجد برضو ان الثلاثل اللي امداد خلال الثلاث سنين اللي فاتوا الثلاثلين بتاع كورونا والسنة بتاعت الحرب الروسية الاوكرانية قالت ان ما امكن ان احنا يبقى عندنا انتاج ذاتي او انتاج محلي ذاتي لبعض الموضوعات اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها هنقول لكم الكلام دلوقتي لها عشان تفكروا فيه اكتر من اللي احنا بنتكلم فيه على سبيل المثال الهيدروجين فوكس ده احنا انتاجنا 30% احنا انتاجنا دلوقتي 50% من احتاجات السوق المصري وانحنا المنتج الوحيد وبدأ ما هو بدأ يا فندر لا لا اللي انتو بتعمله او اللي احنا كلام معك عشان نعمله تمام فندر هنكفي السوق بالنسبة 100% ان شاء الله لو عملنا لو عملنا مش كده لو سيتك صدقتنا ان شاء الله طيب انا بس بقول كده ليه لان احنا لما بنتكلم في الموضوع دلوقتي وبناخد فيه القرار او بالما بيطلع ونيجي نتفرج عليه هنا او نفتتح ويعني ومقصودش بياخد من سنتين لتلاتة على الاقل يعني مصنع الاسميدة بتاع العين السخنة لو احنا بنتكلم عليه بتاع احنا وإحنا بنفتتح الاسميدة الفوسفاتية دي رحنا رايحين قلنا للشركات تعالوا عملنا مصنع اسميدة الزوتية اللي هما الست مصنع اللي احنا نفتتحهم ارجو ان يكون شهر ثلاثة او اثنين زي ما انت قلتولي ولا ايه وليد ها كده يعني ان شاء الله طيب انا بس بقول كده ليه النهارده انتوا شايفين انا مش حنقلم من حاجة لحاجة لكن اقصد اقول اننا لما بناخد قرار دلوقتي ان احنا نقول لو سمحتم اشتغلوا على ده انتوا بتخدم على الاقل ثلاث سنين او اربعة عشان الحاجة دي تطلع للنور وانا بقولها الكلام ده مش ليا ولا حتى للدكتور مصف ولا حتى للحكومة انا بقولي الكلام ده للرأي العام يعني لما حد بيقول ايه الموضوع ده تصدقله لما بنتصدقله بياخد من ثلاثة الاربعة سنة قبل ما يخلص ده ايه على افتراض ان احنا بنتحرك بسرعة يعني احنا كان فين قاش مع وزير البترول من يومين على موضوع الصدقاش على موضوع ايه الصدقاش الصدقاش فقالي ان واحنا كنا الكلام ده فتحناه قبل كده مش كده لا لما ساعت لما كانوا بيتكلموا المستثمرين على ان احنا في بعض المنتجات اللي بنطلعها او اللي محتاجين نطلعها اكتر عشان ما نستورداش من بره عشان ايه منستورداش طب ليه مش عايزين نستورده من بره اولا عشان نشغل ناس في مصر يعني بدل النهاردة انا مشتري المنتج ده من بره طب اعملوا عندي والناس في العمالة بعمالة مصرية وبدل ما انا بيدفع دولار عشان اشتريه هشتريه بجنين مصري وكل ما انا اطلع منتجات وانا بقول الكلام ده لنا كلنا للرجال الاعمال والمستثمرين وللحكومة وليكم كل ما حننتج مواد بنجيبها من بره كل ما اتضغط على الدولار يقل الفكرة يعني انا بسمع كلام كتير يقول لك انتو ارجو ان انتو تخفضوا من المشاريع القومية عشان تخففوا العبء على اللي ايه على الدولار لا يا جماعة لا وبالمناسبة يعني ان شاء الرحمن الرحيم يمكن الدكتور مصطفى كان بيكلمني في اول امبارح معلش يعني بيكلمني على خطته لان احنا كنا قلنا من شهرين ان احنا محتاجين المستلزمات اللي موجودة في المواني تطلع الدكتور مصطفى فكان بيارد علي من يومين الخطة بتاعة خروج هذه المواد وانا مش بعلنها للناس احنا قلنا كلام وبنفذوا ان شاء الله فطبعا البنوك المصرية هتغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمادات ديت في خلال 3-4 تيام ولا كده كتير عشان تطلع المنتجات ديت دكتور مصطفى لان احنا ساعات قلة البيانات او عدم تصدينا ان احنا نتكلم فيها تتيح فرصة لشاعاعات تتفضل دكتور مصطفى يعني حرك كان دايما متواتر وكان لغاية فترة يعني ايام قليلة ان الموجود في المواني من 15-16 مليار دولار بضايا الرقم ده فعلا كان موجود لغاية اخر نوفمبر الرقم بهذا الحاج احنا حضرتك اشتغلنا الحقيقة مع البنك المركزي ومع البنوك كلها قطاع المصرفي على تأمين او الافراج عن اكبر عدد من هذه البضايا على مدار الشهر ففعلا من يوم واحد ديسمبل يوم واحد من 23 افراجنا عن 5 مليار دولار بضايا الاهم حضرتك احنا حصرين دلوقتي المتبقي يعني لغاية تسعة ونص مليار دولار اللي موجودين في المواني ولكن الاهم اللي هما هنقدر نقول عليهم جاهزين ان هما يخرجوا واللي ليهم اهمية واللي ده اللي اتفقنا عليه مع كل الجهات بما فيهم اتحاد الغرف واتحاد الصناعات عشان الاربع شهور القادمين طبعا بما فيهم شهر رمضان هما في حدود الاربع مليار دولار واربع ونص ده بخلاف ان الباقي برضو حطر له الخطة ان هو يخرج لان احنا مش عايزين نوقف المصانع بتاعتنا ولا نقلل او نبطأ عملية طبعا الانتاج في خلال الفترة القادمة فعشان كده يمكن يا فندم يعني كان فيه مبارح اجتماع مهم جدا مع كل الجهات البنوك والقطاع المصرفي وبإسم يعني المنتجات اللي بتطلع لان هو ده الأهم واللي حضرتك وجهت بي عايزين نعمل يعني نغاية يعني نتغلب على هذا التحدي اللي كان موجود اللي الدولة المصريية كانت مواجهة في هذه الفترة بسبب ظروف الحرب وان احنا نرجع تاني عجل الاقتصاد زي ما كانت عليه وده اللي ان شاء الله يا فندم بقينا شغالين دلوقتي خطة اسبوع باسبوع وحنعد للرأي العام بيخرج قد ايه من كل المنتجات علشان ندي رسالة طمأننة ان شاء الله في السويد طب ارجو ان احنا يعني وانحنا بنعلن ده ما عرفش هل ده مناسب ولا مش مناسب يعني نبقى في اطلاق اول قافلة يتم الافراج عنها نبقى موجودين هنا ونقول بيانات اكتر للناس ان شاء الله انا بس عايز اطمينهم ان احنا لما قلنا ده ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان احنا ننفذ الالتزام ده احنا بنتكلم على مليارات كتير من الدولارات بزرطي بنتكلم على ايه مليارات كتير فالناس بسكت في الدولار شوية لكن لا بأس احنا برضو بعدد دولار مش كده قلنا انا عايز بس سازن حضرها عشان موضوع الكلور اسمح لي اوضح بس بالناس يعني وقت محرك شرفتاني ان انا اكون وزير اسكان والفترة اللي انا قعدتها كان اجبر هاجس عندي كوزير اسكان مشكلة توفير الكلور لمحطات الميا احنا بنتكلم على الميا اللي بيشربها المواطن ومصر كانت قبل هذا انتاج هذا المشروع اللي وجهه بي فخامة الرئيس مكانش عندنا غير مصنعين الكلور هم تابعين لقطع الخاص هم دول اللي بينتجوا الكلور طبيعة مصانع الكلور ان لازم كل سنة بتتعامل عمرة او صيانة فالمصنع يتوقف فكانت بتبقى دايما عندنا الازمة وانا عشان بس نتخيل احنا ازمة هنا معناها ان اوقف محطات مية عن الشغل وإلا كنت البديل ان انا اروح استورد الكلور بالدولار عشان اجيبه وشغل المحطات انا هنا باتكلم على قدراتي يا فندم محطات كانت موجودة في 2015 و2016 احنا النهاردة مش نفس المحطات الموجودة احنا زودنا كميات المياه المنتجة النهاردة 25% من هذا التاريخ فلنا ان نتخيل ان لو لا هذه الصناعة وهذا المصنع كن حيبقى شكلنا ايه النهاردة لو كنا زي ما احنا وحكوننا سنبقى تقريبا بنستورد اكبر من نص احتياجاتنا من الكلور من الخارج بالعملة الصعبة دي اهمية هذه النوعية من المشروعات انها اولا دا امن قومي لان تخيلوا حضراتكم لو قفنا محطة مية شرب عن العمل نتيجة لان ما فيش كلور ممكن يبقى اهالي ممكن يعيشوا ازاي والاهم فرص عمل زي ما اخفأنت الرئيس قال والحاجة التالتة وهي الاهم توفير عملة صعبة كانت الدولة المصرية هتمنفقها في هذا الشأن شكرا دكتور مصطفى يبقى انا طمنتكم على موضوع المستلزمات زي ما اتفقنا دكتور مصطفى وارجو ان احنا نطلق هذا الامر يعني يعني بتغطية اعلامية ومناسبة الناس تشوف حجم المواد اللي حتخرج من المواني خلال الفترة القليلة اللي يوليو من ثلاثة لأسبوع اللي جايين دول عشان نبقى يعني الحمد لله انهنا المشكلة ديد نرجع تاني الموضوع المصانع احنا بنتكلم هنا على الصناعات محددة الصناعات دي بقول تاني يعني مش عايز اكرر الكلام اللي تقال ان هي ما عندناش طرف او يعني ان احنا نخاطر بيها منقدرش نخاطر بيها مش بس عشان بتجاب بتجاب بتستورد من برا لأ انت النهاردة عندك استقرار في انتاجها هنا انت ما عندكش مشكلة لو انت خايف انها تخش مواني او المصانع اللي موجودة برا يحصل قزمة ما تجلكش الحاجة لا انت ما عندكش المشكلة دي خالص عشان كده بقول للدكتور اهاب فوق اكسيد الهوجين انت بتكلم في 50% ايه انا مش بتكلم بس على تمن المواد دي كدولار لا انا بتكلم كأن هي استقرار في الصناع هنا لان احنا حتى يعني التكاليف بتاعتنا يعني احنا ما جئنا نتعامل مع الموردين دي الوقتي في مجال المصانع الجديدة فوقنا ان الارقام بقت مختلفة مختلفة فوق مش مختلفة اه يعني الناس كلها مش كده ولا لها صحيح بالتالي النهارده المصنع ده او بتاع فوق اكسيد الهوجين احنا محتاجين نتحرك عشان الفجمة تبقاش 50% تماما الفجمة ان شاء الله نحاول يكون جاهز مع مصنع بإذن الله يبقى يبقى في 2014 إبريل يبقى كويس او نيجي بقى على مصنع الاسميدة الاسبتية ده وانا عايز اقول لكم ان احنا مصر ان شاء الله بالمجمع ده بافتتاحه ان شاء الله كان المفروض يبقى في شهر 12 كان المفروض المصنع ده مش كده وليد كان المفروض يبقى في شهر 12 نفتتح الست مصنع بتوع السخنة ولكن يعني نتيجة الظروف الدولية وكلام ده اتأخرت شوية لكن ان شاء الله في شهر 2-3 نكون بنفتتح وده سيدخل حوالي 700,000 طن او 720,000 طن انا بحفظ 700,000 طن اسم ده ازوتية ايجابة التطور اللي احنا بنعمله احنا نتكلم على 2-3 مليون فدان خلال سنتين ولا انا بقول يا والد كلام دكتور مصطفى فان النهاردة لما بقول كده يبقى انا لو انا بطلع الاسمدة اللي الكافيني واللي اصدر منها انتوا شايفين كويس قوي ان الموضوع وبرضو بقولها لل اخواننا المزارعين يا جماعة احنا النهاردة لو الاسعار بتاعة الغاز اللي داخل في صناعة الاسمدة بيتسعر بالارقام العالمية التمن حيبقى غير كده خالص بس الكلام ده احنا حرسين على ان احنا نعمل استقرار في المدخلات الزرع وبالتالي الاسعار ما زادتش بالقيمة اللي النهاردة لو وزير بترون قال يا فن ما انا مش حقد ردي المصانع الاسمدة كل الاسمدة حتى بتاعة القطاع الخاص اي حد مش حقد رديله بالتمن اللي هو بياخد ويبيد له هذه انا عايز ازود الرقم ده ضعف او او اتنين او تلاتة انا بقول كلام معقول مش طب ضعفين طب انا النهاردة ضعفين من يستحمل ده يبقى الطن بو 6000 ولا يبقى ب 12 18 مين حيستحمله ومش بس كده طب المزارع لما هيخده بسعر علي هيعمل هيعلي المنتجات يبقى المواطن يلاقي حكته كما دكتور مصطفى باسعار غالية جدا فاحنا بنحاول مع بعضنا وانا بقول الكلام ده لنا كلنا وللمثقفين والإعلاميين والمفكرين والمتابعين كل كلمة بقولها لكم ممكن تبقى عنوان كبير قوي تتكلموا فيه انتو فاهمين يعني ان انا النهار ده المنتجات الزراعية دي او المواد الغذائية بتاعت الناس تزيد تمنها مرتين ثلاثة هو مين يستحمل ده مين يستحمل ده بس خلي برضو دقبال كم وان البلد الى حد ما كيف حتقدر تجابه الاستمرار الحالة دي اللي سنة ولا اثنين بتحافظ ما امكن على الاسعار ما تزدش بتحافظ ما امكن على الاسعار ما تزدش انا بقول الكلام ده للمصريين كلهم ان انتو لازم تكونوا عارفين او او اكونوا فاكرين ان ان احنا مش حاسين كبناء قدمين وكمسؤولين ان الاسعار حملة على الناس بس والله ما فيه اكتر من كده نقدر نعمل يعني شرحت حاجة واحدة بس في موضوع واحد لو كلمت عن الكهرباء هتلاقي نفس الكلام لو والله النهاردة الدكتور شاكر حبي سعر الكهرباء هو والبترول بالتكلفة الحقيقية والله انا مش بتكلم على اللي احنا بندعمهم الكلام دي قلته قبل كده انا بتكلم على حتى اللي احنا كنا وصلنا ان شراحة كبيرة قوي اللي اعلى نسبة استهلاك لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين بس انت بتعمل ده كله من موحدش بيجيب حاجة من جيبه مش كده دكتور مصطفى مش من جيب نا لكن ده من قدرة البلد ف أقول الكلام ده عشان كلنا تكاتف لان بلاحظ ان بعض الناس يعني يقول لك ده فرصة ان نعلل اسعار شوية نكسب نقول ما فيش دولار ده بالعكس ده الوقت ده هو الوقت اللي احنا فيه يعني يبرز فيه ان احنا حرصنا على الناس وان احنا ما نغليش الحاجة على الناس نتكلم في أكل وشرب وحاجات اخرى فارجع اقول ثاني للمصنع الاسمد ان شاء الله في شهر ده هيدخل لسوبيوت 1200 وبالتالي ده انتاج مصري ويساعدنا ان احنا نلب مطالب السوق وفي نفس الوقت لو فيه فرصة للتصدير اكيد يعني نصدره للخارج يعني فانا يعني لو في عندك حاجة تاني حلم تاني عايز تعرض عليها وده سيبقى مجمع قد المرحلة الاولى والتانية يعني سيبقى مجمع اسمد الفصفاتية وازوتية في نفس الوقت ونحن وصلنا لأسعار معقولة ان شاء الله يفرد على نص يناي ان يكون جاهزين لعرض على سات البيض انا بس هتكلم على الصدق اشتاني لان احنا اتكلمنا فيها كده عام وكلمت مع الوزير البيترول والمصار وانا ما بقولوكم الكلام دوت على يعني بالطريقة ديت للناس كلها تسمعوا في امور ما اقدرش انا اخذ فيها مصار غير ان انا اتطمن ان يعني المناقصة الفنية متكملة ما اقدرش اتكلم وكده لكن المصار بتاع التعاقد وزير بتقول بلي نشوف الرجال القطاع الخاص هيشوف البنوك برضو البنوك تاخد بالها احنا ما عندناش وقت ان المصار هدى تأجل التعاقد عليه سنة او اتنين لغاية لما مصار التبول بتاعتو يا دكتور مصطفى لا انا بستورد ب300 مليون بستورد ب300 مليون دولار صدق فانت كل ما تأجل علي كل انا المبلغ ده ما هتطلعه وببيعه بايه يا فندم ببيعه الجنيه خد الحاجة دي لا ده بالعملة لعملة بلده فبنشغل ناس وكمان بوفر القيمة اللي انا بعمل الدولار اللي انا بجيب بيدا والناتج المحلي بتاع بيزي فالنهار ده المصار اللي باتكلم فيه لرجال رجال الاعمال أنا لما قلت الموضوع للرخصة الزعبية دكتور مصطفى كان الهدف منها ان اوفر لك انك انت تقوله من ضمن المستلزمات بتاعت انك انت تاخد قرد ابن عندي يعني في موضوع يعني مشروع اكيد نجحوا يعني السوداء ايش مشروع اكيد نجحوا نجحوا بايه انك انت بتستورف بالفعل ب300 مليون دولار فاكيد لما توفر المبلغ ده ده الصلاح الاقتصاد القومي فانت ما قدرش اقول ما قدرش اقول عشان ما بقاش كلامي مش 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 مزبوط انك انت ما تطلب ش دراسات جدوى لكن انا اتصور ان وزارة التجارة والصناعة من خلال القوائم بتاعت الاستراد اللي بتجيب بيها من الخارج ودكتور مصطفى تقدر تقول للبنك ان احنا على الاقل اختار بتختار البنك لان المنتج ده احنا بنستورد بكذا طن بكمتهم كذا والمصنع ده سيشيل خمسين في المية من المطلوب او الكمية كلها كلها في الاخر انا بقول لكم عشان انتو كجهاز مشروعات يعني محمد في موضعات ما تقدرش استحمل انها تاخد سنة واثنين وثلاثة على طول تجي الشركات نتعاقد معها والوقت ليه تمن يعني انت ماذا تقول لي انا هتحاقد السنة جاية 24 وان شاء الله يبقى 26 تبتقدر تتعاقد اول 23 ويبقى الافتتاح 24 ولا 25 يعني كل سنة من دي انت بتتكلم انا بكلم عصدق عشر تحدي انه حاجة اخرى بتكلم في 300 مليون دولار وغير 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 وبالمناسبة لكل الناس بقف وصر انا بتكلم دائما كده ما خبتش عنكو حاجة انا ما خبتش عنكو حاجة وفي كلام والله المفروض انه تبقى للمعايير السياسة والكلام ده انه ما يتم اشتراح كده على الهواء لكن انا في اطار المخطبط الرأي العام والحقائق يعني انك وضوع كده عشان بس ارجو انتو تتابعون يعني مش انتو من كام يوم حصلت يعني موجة كبيرة جدا على الصندوق للساسماري بتاع هي قناة سويس طب اقول لكم بقت ده بالله العظيم ده حاجة ده حلم انا صادق ان شاء الله بس الناس لازم تعرف الحكاية لما جي الفريق اسامة في 2019 اخبار عندك اموال ايه قال لي لا انا معيش بانديش حاجة يعني انت لو تيجي تعمل مشروع لقناة سويس لتطويرها هتعمل ايه فقال لي هروح لوزارة المالية ولا بأس وده النظام قلت له انا عايز اقول لك على حاجة في البلد اللي زي حالتنا اللي الزروفة الاقتصادية لا تستحمل لازم يكون فيه اوعية اوعية على جن وكلام ده عملته في وزارة الصحة في دلوقت 70 مليار يا دكتور في دكتور خالي في كام طب ليه عملت هذا في وزارة الصحة عملته عشان التأمين الصحي طب طب اسمحوا بقى ما انتوا بتستفزوني يا دكتور مش كده طيب انا عايز لما جئنا في موضوع ده تحديدا وهارجع تاني الموضوع هيقانة السويس قلتلكو ايه لو احنا عادينا على التراويز ونروم يا جماعة انتوا حطين معايير واشتراطات للبرنامج صح كده دكتور مصطفا ان البرنامج ده انت الدولة هتعمل انفاق على الغير قادرين صح دكتور خالد فاحنا الموازنة بتقول ان احنا حنقدر ان شاء الله بالنظام اللي احنا عملنا ده واللي كتير قبل كده ما يستطيع تحققه لا في بلدنا ولا في بلد اخرى ولا في بلد اغنى مننا ما يستطيع فالنظام كان 15 سنة طب معمول على ايه على ان في قيمة الدولة هتتفحها لغير القادرين وقيمة وجينا ابتدين نشتغل في رفع كفاءة المستشفات في بورسعيد والخمس محافظات التانية صح كده مظبوط ونحن نتكلم وقلت لهم بقول لكم ايه انتو بتحطوا في افترضات على ان الناس كلها ممكن تدفع صح كده وحططوا نسبة وحططوا نسبة لكن عملتوا احتياطي لنسبة محتملة غير قادرة قالوا يا دكتور لا قلت لهم ما ينفعش لازم يكون عندكم صندوق في رقم يتزايد وجبوله موارد عشان لا ما نيجي نخش على انتو خطوا محافظة بورسعيد كعنوان مش كده طب انتو في محافظات اخرى ظروفة ايه مختلفة اصعب فانت ممكن تقول طب النتيجة اللي هو التجربة بتاعتكم اللي عملتوه بورسعيد مش هتبقى 100% صح يا دكتور خالد صح فتطبيقها على محافظات كسيف فقلنا لازم نكون عندنا صندوق نحط فيه اموال ونعززه وندعمه من مصادر اخرى بيس لو دخلنا على محافظة طبقا للمعايير والحسابات الاكتوارية اللي اتعاملت في المختصين عملوها للبرنامج لما تقل اخذ منين بالسندوق الفكرة دي قد تكون في دول تانية متقدمة عننا واغنى مننا ما تعملهاش لما عنده موزن تقدر تغطي ثم مواطني اغنى مننا يعني مواطني اغنى مننا هو المواطن اللي باخد 3000 4000 5000 5000 1000 1000 هو ده مواطن هتقول لي انت بتقول كده وانت مسؤول ايونا مسؤول وعشان كده بشرح بقول مقدرش المواطن بتاعي لازم اول املاله وجيبه بيئي بشوال بوقت كتير واجهد كتير هنعمل لها دكتور مصطفى فأرجع تاني للدكتور خالق فهنا نعمل السندوق فانا النهاردة السندوق في كم 70 مليار وهم بيعرض علي من كم يوم قال لي لو مخذناش بالنا مش كده يا دكتور قال لي ممكن خلال كم سنة 27-28 27-28 الفرس اللي فيه ايه تروح كلها تروح كلها عني صوتك تروح كلها غير مقبول غير مقبول لازم الصندوق يكبر ويزيد يكبر ويزيد طيب يعني مش عارف لو دخلت على النقطة دي المهمة هو من غير ما يجيب اسمها مستشفيات كان في مستشفى بتفتح من سنتين كده جمعية أهلية عاملها وكل جمعية الأهلية محترمة جدا كلها فبيقول سألت اللي هو المسؤول عنها بالتليفون قلت له عندك ريعة اللي يسوي تكلفة ايهابنا موقفة كده كتير لا تعتم هذا ما عليش ما هي فرصة بقى فقلت له عدك فرصة انك انت عندك ريعة ثابت مش مرتبط بتبرعات الناس اللي يسترفع على المستشفى قال لي لأ وقلت له انت مش فيه لغلط اللي انت مش فيه لغلط اللي انت مش فيه لغلط قال لي ازاي قلت له كده انت ما تعملش نهاردة بمسار منتظم على فرضية غير ايه غير منتظمة الفرضية اللي غير منتظمة ايه ليه تبرعات الناس ممكن تزيد وممكن تقل لكن اللي انت لو انت جيت قلت المستشفى دي هتتكلم في السنة 20 مليون جنيه يبقى 20 مليون جنيه اللي فيه رقم في البنك مربوط يجيب لي 20 مليون جنيه يبقى فيه استقرار للعلاج بتاع المستشفى لو ما عملتش كده هيبقى فيه مشكلة او تاخد جزء من الناس قال لي لأ الجزء من الناس ما قدرش ياخد ما قدرش ياخد ما قدرش ياخد طيب خلاص وبعدين احنا كملم وبعدين بكلموا من فترة اشتركوا في القناة 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 فرقبتك وأنا والله العظيم بحاول عمل على قد من ربنا يقدرني تاني بقول طب إيه الغلطة فين أنا في تقديري إن الغلطة يا عدم أنا النهاردة زي ما أنت جبت فريق أسامة لما بكلم وقلت له أنت ليه ما جبتش الرجال الصحافة والإعلان وشرحت لهم الموضوع مش بعد منخش البرلمان يا دكتور لا قبل ليه؟ الناس عايزت تعرف وعايزت تطمن وعايزت إن ما يكونش فيه حاجة غلط بتتعمل أو فيه حاجة حتبقى غلط وبعدين نحن مش هنقول إن أبدا إن كل من تكلم ممكن يكون عنده يعني مغرد ولا حاجة أو إشعارة في ناس خايفة وخايفة من إيه؟ ما هو الخوف بقى سيمة موجودة عندنا موجودة عندنا مش مصدقين إن إحنا نقدر نعمل لا إحنا نقدر نعمل وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هنعمل وهنعمل وهتشوفه فكان المفروض أنه قبل ما الكلام ده يعلم في البرلمان يتعامل مؤتمر صحفي يجيب الناس يشرح لهم الحجاية واحد اثنين ثلاثة أربعة يوم النهاردة طيب لو أنت النهاردة جيت عملت طرحت طرحت شركة قناة السويس في بورصة للمصريين فقط للايها دكتور للمصريين فقط عشان نبقى كلها اللحيستق يعني اللي الناس اللي حد تشتري الأسهم دي من المصريين بس أنا في فرق نقول أن القناة داخل لها كده وأن أنا أقول في أموال سائلة في البنوك 200-300 مليار جنيه أنا بقول كلام أنا مش اقصاد يعني بس اقصادين رد عليه يتقال أن ليها حسبات في البنوك فيها 100 مليار أو 200 مليار طبعا ده مستوى أكتر من المجود طبعا أرد على حاجة تانية خالص مش بتيجوا ساعة تقولوا أوقات أن في مشاريع هتتعامل قد تؤثر على دخل قناة السويس فيهم من الأيام مش بتقولوا كده صح كده طب ده خلينا عمل إيه أن حتأثر بالنسبة 10% مثلا لكلام نظري خالص يا جماعة بس أنا أرد عليه يبقى أنا عندي دخل يا محمد عندي دخل طب أعمل مشاريع تانية أعمل شركات تانية نقدر بالملاقة المالية اللي موجودة ديت بالتدفق المالي الشهر اللي موجود ده أخش في مشروعات مش بخمسمائة مليون في الشهر بكتر من كده بكتير لأن المشروع هياخد سنة ولا اثنين أول ما يخلص فيبقى الخمسمائة بستة مليار كلام يعني خلي بالكم بس خلي بالكم يا مسؤولين وانتو في موضوع هتبقى وانتو بتكلموا يعني زي موضوع الأحوال الشخصية كده احنا قلنا شوية ملامح للقانون والنخبة اللي اشتغلت فيه من يعني يعني مطمئنين انه هم اخدوا كل وجهات النظر وتم ترحاها لأن الناس دي كانت بتشوف الكلام اللي يقعد على منصة القضاء على مدى تلاتين سنة واكتر فشافت مشاكل كتير فالملامح الرسال اللي هي اتقلت لكم كده لكن ده مش معناه وسيد وزال عدلي موجود مش كده يعني انتو عاملين حسابكم انتو تعملوا حوار مجتمعي يعني انتو ممكن تقول في الموضوع دكتر مني دلوقتي فضل ايوة فندم احنا زي ما تشرفنا بالعرض على فخامتك من يومين ملامح المشروع بصفة عامة لكن الحكام التفصيلية بيتم اول ما تنتهي على طول هنبدأ في طرحها للحوار المجتمعي هندعو اليه كل فئات المجتمع ونقعد ونطرح الاحكام اللي وضعت والاساس اللي بنيت عليه سواء اساس علمي احصائي رأي فقهي كل الاحكام اللي وضعت في نصوص القانون هتطرح واسندها ايه سواء من ناحية العلمية او من ناحية الاحصائية او من ناحية الشرعية وحنستمع الى وجهات نظر الجميع بحيث ممكن جدا وارد ان يبقى فيه تعديلات ووارد الناس تتقبل المشروع المطروح وان شاء الله بعد كده نتخذ الاجراءات الدستورية بالعرض على مجلس الوزراء ثم الاحالة الى مجلس النوع او من فضلك انت كنت قلتلي ان احنا فاردوكم ان كل الجهات خدتوا رأيها بالموافقة ايوا فان بس قول دي من فضلك عشان برضو تبقى دي واسط للكم احنا فيه النقاط خدنا فيها الموافقة واهمها اللي هو توثيق الطلاق توثيق الطلاق واردين موافقة الازهر واردين موافقة الاوقاف واردين موافقة الافتاء مكتوب ومواقع فبالتالي مطمئنين تماما الى كل الاحكام اللي موجودة في مشروع القانون طيب انا برضو معلش خليني برضو احنا بنتكلم على السندي احنا طرحين في الموضوع ده يعني صندوق برضو مش كده ايوا فان فبرضو انا بس عايز أقولكم ليه بنعمل ده ليه بنعمل الفكرة دي انا بقول له النهاردة احنا مش عايزين اي اسرة وهي والاختلاف وارد مش كده طبعا فلما الاختلاف بيبقى وارد في فترة زمنية الفترة زمنية دي من يتكفل بالابناء هم زعلين من بعض بقى بيقطعوا بعض وهم بيقطعوا بعض مش عايزين يصرفوا صح كده طب طب من اللي بيضيع الابناء الابناء ولادي ولاد مصر قلنا نعمل السندوق اللي هو ايه هيبقى صندوق دعم الاسرة المصرية هذا الصندوق بيتكفل بدعم الاسرة في اوقاتها الحارجة زي اللي سيادتك تفضلت بها كده طب الدعم الداعوة هيجي منين سيادتك تفضلت ان الحكومة حتساهم في هذا الصندوق بقدر ما يساهم فيه المتزوجين يعني قلنا ايه عشان بس يعني عشان تبتلوا برضو في الاعلام تمسكوا الموضوع يعني اي اجراء بنعمله خلي بالكم الناس فهم ان الدين بيخاطب الدماير بس لا لا الدين الحقيقي له نظم والدولة اللي ما تخليش بالها وتعمل نظم تحقق مقاصد الدين يبقى عندها يعني شكل من اشكال القصور انا بقول كلام مناسب تمام تمام اه يعني ايه يعني لما يجي مثلا يقولك اكرام الياتيم لا يبقى الدولة تاخد اتجاه وتعمل قواعد وتعمل اجراءات لاكرام الايه اليتين عشان الناس تفهم يعني ايه دين حقيقي مش فقط ان احنا نخطب ضمار الناس ضمار الناس ده ربنا حسب عليه لكن الدولة مسؤولة انها تعمل قواعد ونظم تحقق المقاصد الطيبة اللي دائما بيطلبها فلما جينا في الموضوع ده وطوله ايه طب انا حولوك بنك ناصر مكشوف الحساب بتاع التضامن بكام 300 يون جين اللي هو عبارة عن ايه 500 جنيه وزارة التضامن بتديهم ايه مش كده فن مش كده ايه فن ايه ايه امكن يا دكتور مصفى اقول لي انت ايه خلي بتقول الكلام دوت مش كده اقول 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 ايه فن بتفضل ما هم مصرحة ومكاسفة وشيء طيب فأنت النهاردة تقول لك يعني ايه 300 مليون جنيه يعني لما لقينا الوزارة التضامن بتقدم مساعدة للأسر دي فالمبالغ اللي كانت موجودة من الأرباح حصل لها ايه تبقيتش الكفية وبقى مديونية 300 مليون تبقى نتفرج على الموضوع ده واسكت لأ قلت اللي هاردة هيتعمل الصندوق حضر رجاء تتجوز اه حط بقى في الصندوق ده مبلغ مش كبير او كلنا ستقدر عليه اللي يقدر على الجواز يقدر يدفع المبلغ ده مش كده ولا ايه يعني بتعمله فرح مش عارف عملي ازاي وتتخنق على الشبكة وعلى الفرش فكتيجي بقى الموضوع ده لا ده كتير لا مش كتير وانا كدولة واتفقت مع دكتور مصطفى لو مليار هنحط مليار مقفول يعني مقفول احنا قفلنا بحيث انك انت مفيش مساء احنا هنتكفل بالاجراء اللي يقدر يأمن ولادنا في كل شي مش كده ولا وده النقاش اللي يتعمل عليه انتو بتكلموا على نسبة قدية انتو بتكلموا على نسبة الطلاق قدية عشان برضو ده انا كنت عايز تقول دي كمان طيب احنا عندنا نسبة لان الكلام اللي اتعرض معلش مع الوزير العدل يعني اللي الكلام اللي اتعمل اتقال على مجمل حالات الطلاق في فترة زمنية صح كده لكن انا حيز اقول للناس عشان اطمنهم برضو ان الامور حتى لو كانت لو حالة واحدة احنا من نحب ش انه يحسر ولكن فضل احنا اللي كان المعلن قبل كده ان ان احنا بنقارن بين حالات الطلاق في كل السنوات من سنة 65 حتى اليوم بالزواج اللي تم في سنة واحدة فاحنا بنقارن حالات طلاق عن سنوات عشرات السنوات بحالات الزواج عن سنة واحدة فده ادى ان نسبة الطلاق تباني ان هي حوالي 36% 37% وده طبعا مبالغ فيك كتير لكن جينا عملنا حاجة تانية قلنا بالناس اللي بتتجوز في سنة كذا اللي اطلقوا منهم في ذات السنة كام طلع حاجة 4% 4.5% بس اكتر سنتين فيهم طلاق السنة الاولى والسنة التانية والسنة التانية اكتر من السنة الاولى كمان ثم تتخذ نسبة الطلاق في الانخفاض تدريجيا كل ما السنوات مرت ده ادى احنا بدأنا نحط الاحصائيات ابو انت بتقول دي بقى اقول لهم انت جبته متخصصين من الجامعة في علم الاجتماع وعلم النفس في اللي انت بتقوله ده احنا جبنا كمان اللجنة القائمة حاليا على اعداد قانون الاسرة استعانت بمجموعة استشارية المجموعة استشارية دي فيها عالم نفسي شهير فيها عالم اجتماع عالم اجتماع في عندنا عالم مالي وايضا عدد من علماء الشريعة الاسلامية وعلى رأسهم فضلت المفتي الناس دي كل اجراء اتحط في القانون كان هناك القول العلمي بيقول ايه في هذا سواء في الاستضافة في الرؤية في الحضانة في كل شيء مبني على اساس علمي بحيث ما يبقاش فيه للهوى او لأي رأي او اي تجربة شخصية حتى ان حد يتأثر بها ويبقى احنا بنحط احكام موضوعية بالفعل لتنظيم مسائل الاسر انا بشكرك وانا حبيت اقول ان بدل ما تعمل المؤتمر صحفي احنا عملنا المؤتمر وانا شفاء اشهد 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 افضل استرعي انا اقصد اقول بدا لما هو بيقول ايه بيقول عشان ما يبقاش فيه تجربة شخصية وحضر لك تعممها يعني تعممها يعني تقول تروح بارزها كحالة وتقول لازم نعالجها احنا بنتكلم في السثناء للسثناء 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 الاولاني هو الزواج والسثناء اللي بعده هو عدم يعني الطلاق يعني ثم للسثناء حتى في الطلاق هو الخلاف أثناء الطلاق وممكن في ناس كتير جدا أسر يعني بتبقى عندها قدرة أنها تتجاوز الخلاف وتتفق وتبقى الأمور كلها ماشية بسلام فهو أنت بتعمل قانون اعمل حسابك أنك أنت بتعمل قانون للسثناء 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 وبالتالي ما تكلمش على حالة واحدة على أنها حالة هي ظاهرة كده يعني اللي بكلم على النقطة بالمناسبة الثلاث سنين في ناس سمعت مني الكلام دوت وقالت لهم ايه فكروا أنتم ما تخلفوش في أول سنتين ثلاثة فنس فكرت أن أنا بتكلم كده عشان أنظم لأ الناس لأ أنت البنت والولد أو الشاب والشابة كانوا في بيوت أهليهم في كنف أسرة أب بيشيل وبيراعي سواء كان للشاب أو للشابة فهم بقى راحوا البيت تاني خالص شكل تاني خالص يديهم فرصة يعيشوا بس يتفقوا مع بعض ويقدروا يتحملوا مصار حيال مدة سنة ولا أثنين إن لقوا نفسهم قادرين يخشوا على المرحلة اللي بعدها على الإنجاب لقوا لقدر لهم مش قادرين يبقى يعني التكلفة بتاعتها عليه وعليها في أقل ما يمكن اللي أنا بقوله ده كلام موضوعي ومنطقي ولا كلام أقصد منه عشان الناس ما تخلفش لا والله أنا بتكلم قدوا نفسكم يا شباب اللي هتتجوز في أي حتة في أي مستوى وبالمناسبة إحنا في إجراءات الكشف الطبي اللي معمولة مش كده المعالي الوزير في القانون لا ده سلامة عقد ده يا فندم سلامة عقد عارفيني يعني سلامة العقد أنت بتقول سلامة قدام سلامة سلامة شاب قدام سلامة شابة صح كده والعقد مبني على ليه على الشفافية والمصدقية صح كده وبالتالي كل ما العلم يتقدم ويديني فرصة أقدر أحقق في سلامة العقد دي أعمل لو ما عملتش بأنا كدولة عملت إيه أثرت ده منظور آخر مش منظور طبي أو مش منظور مثلا عشان الإعاقة أو عدم الإنجاب أو كلام من هذا القبيل أنا عايز أقول لكم النقاش اللي تم في الموضوع دوت نقاش عميق جدا جدا ومحاولة مننا كدولة أنها توجد حلول ويبقى بترحاها عليكم أرجو أن هو بنفس العمق اللي احنا اتناولنا به المسألة دي بدأ أخدهاش من كشف طبي بالطريقة دي يعني الدكتور خالد كان بيقول إن ما شكده بقول له كشف الطبي ده ده أنا ده أنا هخلي الكلام ده خطر أقوله ولا لا بجد ولا بجد قلت له ده أنا هخلي اللي يوافع لجنة برئاسة قادي وتروح لها الإجراءات الهدف منها هو أنتو فاكرين الجواز ده حاجة بسيطة ده أغلظ مثاق أغلظ إيه؟ أغلظ مثاق بين الراجل وبين ففي قادي والقادي ده معها ده كانت مستشار من عندكم يا دكتور خالد بيشوف الفحوصات دي وبيؤكد وبيدي الإذن للمأزون إنه يعمل إيه؟ يوثق إنه يعمل العقد لأنه الاتنين حيبوا شافوا بالزبط مش كده دكتور ولا أنا حيبوا شافوا بالزبط الموقف وتطمنوا وقبلوا بالنتاج ديت ويتعامل العقد على كده حد كتير يقولوا أنتو بتعمل ده مش خايف إن الناس تلجأ لحلق لأسلوب آخر هقول والله إحنا أنا أمام الله بشرح وبأكد وبأكلم وبعدين بنحاول نعمل مصار هذا المصار يؤكد السلامة لأنه هو بيقول كان يعني اللي قعد هناك ده دكتور سعد الهلالي ملا مش موجود معنا كان بيقول من 1400 سنة يعني سلامة يعني الزوجين طب ده كان اللي موجود ساقتها كان المتاح من معرفة كان الموجود متاح من معرفة طب المعرفة طب المعرفة طب المعرفة اتغيرت اتغيرت واتطورت باع عندي فرصة شوفها أكتر لدرجة أن قدر أقول إن الإنجاب ده فرص لقدر الله إن يحصل في خالة الأواعيب نسبتها كده طب لو طب عملي ده وأنا كدولة ما خدتش بي ظلمت ولا ما ظلمت ظلمت حالة الزواج ظلمت إيه حالة الزواج يعني فيه كلام كتير ونقش فيه واللي حتتفق عليه هيبقى أولا اللي احنا هن تفضلوا استراح معلش أخذتك في حتة تانية خالص بس نحن نستفيد من الأوقات دي إن احنا نتكلم مع الناس ونقول لهم ونشرح لهم من حكايا يبقى نعمل بقى القناة السويس صندوق ولا لا بالمناسبة استناديق دي كلها محدش يقدر نصرف جنيه إلا ما يقول لي وانتو متعرفين الشاب الفلس عامل ازاي يا هنهرى بيط كل يوم ما فيش عندي حاجة الفقير ما عندوش غير انه يخلي باله الفقير ايه ما عندوش غير انه يخلي باله من كل مليم في نفس ما تتعرفش عن يمليم فضلا ليصبح اجمالي المصانع العاملة بالشركة تسعة وثلاثون مصنعا ليصبح اجمالي المصانع العاملة بالشركة تسعة وثلاثون مصنعا وقد انعكست التوسعات السريعة للقاعدة الصناعية داخل الشركة على مؤشرات الانتاج والتصدير فقد تم تطوير مصنع الكلور المسال ليرتفع الانتاج من 25 الف طن الى 50 الف طن في عام 2021 مقارنة بعام 2015 كما تم تطوير مصنع الاسمدن المنتجة بالشركة 2024 ان شاء الله يا فندم حيوصل لـ 70 الف طن كما تم تطوير مصنع الاسمدن المنتجة بالشركة ليرتفع الانتاج من 220 الف طن الى مليون طن عام 2021 اوصله لمليون وسبعمائة ان شاء الله وزادت كميات المنتجة من الغزاة الطبية والصناعية من 16 الف طن الى 42 الف طن عام 2021 بالاضافة الى طرح 18 الف طن من مادة فوق اكسيدي الهيدروجين عام 2021 ولأول مرة في الاسواق المصرية من انتاج الشركة مما ادى للمساهمة في الاكتفاء الذاتي من بعض هذه المنتجات ومضاعفة كميات التصدير بنسبة ان تقدر بستة اضعاف ما كانت عليه عام 2015 وارتفاع عدد الدول التي يتم التصدير اليها من 40 الى 55 دولة في جميع انحاء العالم وانطلاقا من خطة الدولة في تطوير الخدمة الطبية بجمهورية مصر العربية ودعم منظومة التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية ومواكبة مبادرات 100 مليون صحة وحياة كريمة وبناء على توجيهات سياداتكم بزيادة حجم انتاج الاكسجين الطبي بجمهورية مصر العربية وبدعم ومتابعة مستمرة وحسيسة من سياداتكم تم تنفيذ جميع الانشاءات المدنية والتركيبات الميكانيكية والكهربائية لمصنعين جديدين لانتاج الغازات الطبية والصناعية في اقل من عامين واليوم واليوم تشرف شركة النصر الكيميات الوسيطة بافتتاح سياداتكم لمصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 4 و 5 بطاقة 60 ألف طن سنويا من الاكسجين ليرتفع اجمال انتاج الشركة من الاكسجين إلى 100 ألف طن سنويا وبزيادة القدرة الانتاجية ستصبح الشركة خادرة على انداد 280 مستشفى مقارنة ب135 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية حاليا هذا بالاضافة إلى امداد هيئة الإصعاف المصرية بكل من القاهرة والجيزة بحوالي 30 ألف ستوانة أكسجين سنويا كما تقوم الشركة منذ عام 2019 وحتى الآن بتركيب خزانات الأكسجين وانشاء الشبكات الطبية بالمستشفى بإجمال 155 خزان و50 شبكة غازات طبية وصناعية ولمواكبة ما تقوم به الدولة حاليا من التوسع في المشروعات البترولية والصناعية تم زيادة الطاقة الانتاجية من الغازات الصناعية المختلفة لتفع انتاج غاز النيتروجين إلى 43 ألف طن وغاز الأرجون إلى ألف طن سنويا ولقد اشترك في عمال التوريدات والإنشاءات وتصنيع المعدات المحلية والتركيبات نحو عشرون شركة مدنية من أهمها شركة ليندا الألمانية والتي قامت بالتصميم وتوريد المعدات تبقى لأحدث التقنيات وقد شركت العديد من الشركات المصرية في عمال التركيبات وتنفيذ الهاكل الخرصانية والمعدنية وعلى رأسها شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت وتمشيا مع سياسة الدولة في التحول إلى الأخضر فقد كان السابق للشركة بإنشائها لمصنع فوق أكسيد الهيدروجين عام 2019 باستخدام غاز الهيدروجين الناتج من صناعة الكولور تلقائيا مما أدى إلى خفض البصمة الكربونية لمجمع الصناعات الكيموية بأبو رواش لمقدار 83 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في العام واليوم واستكمالا لإجراءات الشركة لمواكبة مراحل التحول للاقتصاد الأخضر نشروا في فتاحكم لمحطة إنتاج الطاقة السلاسية بشراقة مع شركة قرى إنرجي بنظام البيوتي وبتكنولوجيا أوروبية وبالتعاون مع شركة إمبي كاستشاري للمشروع وتعد هذه المحطة مثلا لتطبيق أحدث نظم إدارة الطاقة الحديثة حيث تقوم بإنتاج الكهرباء بتاقة 27 ميجاوات بالإضافة إلى استخدام العادم النتج من المحطة في إنتاج البخار بضغط متوسط بطاقة 16 طن في الساعة مع إنتاج مياه للتبريد بطاقة 430 طن في الساعة مما يحقق خفضا في استهلاك المحروقات بمعدل 25% كما يؤدي إلى خفض البصمة الكربونية المجمع بمقدار 40 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في العام ليصبح إجمالي تقفيد البصمة الكربونية للمجمع 123 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في العام بنسبة خفض تصل إلى 46% واسمحوا لي سياداتكم أن أتواجه بالشكر للعاملين بشركة النصر الكيمويات الوسيطة وأدعوهم إلى بزل مزيد من الجهد والعطاء لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من منتجات استراتيجية هامة على مدار الساعة وإنجاز مشروعاتنا الجديدة التي كلفنا بها بعالى درجات الكفاءة والإتقان وفي أقصر وقت ممكن بإذن الله عاشت مصر عامنة مطمئنة وحفظها الله من كل سوء ومكروه وباسم رجال شركة النصر الكيمويات الوسيطة أساز سياداتكم في تقديم هدية تذكرية كتاب الله ليكونوا خيرا حافظا لسياداتكم شكرا لأن احنا يعني في نهاية العرض دوت أننا نوجه الشكر لجازي الخدمة الوطنية وللعاملين في الكيمويات البسيطة ويتمنى لهم التوفيق وقال لهم إحنا محتاجين جهدكم واكتر من كده بكتير في أن احنا نطلع منتجاتنا اللي احنا محتاجينها في مصر ما أمكن عن طريق التخصصات اللي موجودة اللي تقدر الشركة تعملها زي ما تقال كده الموضوع الأسمدة زي ما تقال كده الموضوع الكولور لأن احنا بننمو في موضوع المحطات المعالجة وأتصور أن الطلب على الكولور دايما بيتنامى زي ما دكتور مصطفى يمكن كان بيقول وأيضا فيما يخص المستشفيات اللي احنا محتاجين أن يمدها بالأكسجين برضو في نموه حيب نموه كبير جدا لما نستكمل الخطط أو الخطط اللي ماشية في موضوع التأمين الصحي فاحنا محتاجين أن ده مش بس على قد اللي احنا بنفتتحه لا على قد أن هو النمو المحتمل نكون احنا مستعدين دايما نجابه فأنا بوجه لكم الشكر وبتمنى لكم التوفيق وربنا يحفظكم وخلي بالكم قوي قوي من الإجراءات الأمنية وخلي بالكم من نفسكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وظل دائما العمل الجاد والإخلاص في العمل بوحدة واحدة والتطوير المستمر وسرعة الإنجاز وبأعلى جودة هي معايير النجاح الدائمة لمشروعاتنا القومية في كل أنحاء مصر شكرا جزيلا لحضراتكم وبستأذن سيادة كيفان في جولة تفاقدية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضراتكم 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة شكرا في القناة اشتركوا 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 في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا 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 في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفوسفات وفي القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحاجة في القناة اشتركوا في القناة عدد مختلفة اشتركوا في القناة ويستمع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي القناة ولا دول في القناة مصنعا في القناة لكن هناك اشتركوا في القناة امان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة